مجلس الشيوخ 2020 الناس طبعا عارفة أن مجلس الشورى كان موجود وتم إلغاء في 2014 وطبعا وفقا للتعديلات الدستورية رجع في 2019 وإحنا بصدد هدي الانتخابات الناس ممكن تتساءل الدنيا كانت ماشية من 2014 لواية 2020 إيه مدى أهمية مجلس الشيوخ خلال الفترة الجاية على المستوى السياسي وعلى المستوى التشريع لا أولا كل سنة وكل المشاهدين بخير يا رب تكون سنة سعيدة علينا مجلس الشورى ده حاجة مهمة جدا وحاجة كده إحنا بنكمل العرس الديمقراطي بتاعنا في مصر يعني أهميته إيه؟ أهميته أني عنده هو يبقى متخصص قوي في الناحية الفنية والناحية التقنية يعني لما نقول أنه مجلس الشيوخ أو يعني أو مجلس الشورى دي حاجة بالنسبة محتاجينها جدا في مصر يعني مجلس النواب عندك بيشرع وبيرائب أداء الحكومة ولكن المجلس الجديد بتاعنا ده بيديك بقى الأراء الفنية والتقنية في كل قضية نتعاوش ده سواء سياسية سواء اقتصادية سواء اجتماعية في كل حاجة فهيبقى فيها كل الاختلاف في إيه بقى أو أهميته في إيه؟ أنه بيشمل كلهم ناس خبراء وفنيين من الناس الكبار بتاع مصر اللي أن مصر معروفة بالناس اللي عندنا الحاجات الناس الفتاحة اللي عندنا زي كده زي ما تقدر تقول مجلس أمن قومي بس على كبير قوي دول بيمثلوا مصر كلها وبيمثلوا الرأي المصري ولكن بالطريقة الفنية والتقنية أكتر يعني محتاجين إحنا الدور الفني والدور التقني ورأيهم في كل قضية فطبعا أي موضوع أي قرار أي قضية عالمية أي حاجة خارجية ممكن لازم يرجعوا لهم وياخدوا منهم الرأي بتاعهم لأن رأيهم هيكون مهم جدا في الموضوع ده يعني إحنا بنتكلم على راف التشريع تاني أسوة محمد حيكون مساعد جدا لمجلس النواب وحتى هيخف الضغط حتى من فكرة الأراء ومن فكرة التشريعات اللي هي بتسن من وقت للتاني يعني عنصر مساعد بشكل كبير وبيعتمد على الخبرات اللي بيشملها مجلس الشيوخ طيب الناس دلوقتي بتقول أنا عندي طبعا بيساعد مجلس النواب عايشي لعب عنه كبير دلوقتي الكورونا ما انتهتش لكن الحمد لله الدنيا مستقرة ده الناس ممكن تتشجع إزاي أو احنا حتى نحس الناس ازاي ان هي تروح وتدلي بسطة في هذه الانتخابات بس اول حاجة احنا لازم نبين اهمية الموضوع ده لان دي حاجة مهمة اول بنسبة لنا يعني فده استحقاق انتخابي واستحقاق دستوري عايزين كل المصريين يشاركوا فيه لان مهم جدا يعني وربنا سهل والحمد لله زي ما انت بتقول بالنسبة انا هقرنك كورونا وحكلم كمان على الاجراءات اللي بتتعمل بس عايزة ابين اني دي حاجة جديدة استحقاق دستوري جديد مهمة اوي كده اركان الدولة بتكتمل كلها فده دور مهمة اوي عايزين كل الناس تشارك فيه لان دوره كبير اوي ودوره عميق بالنسبة للمصر يعني مهم